اليو ديف عبارة عن نظام بيسمح لي كاسيس أدمن أو مستخدم لنظام لينوكس أن يقوم بمهام محددة أو نفذ سكريبتات بالاعتماد على ما إذا كان جهاز ملحق متصل بالكمبيوتر أو لا بمعنى تاني لنقول أنه أنا بدي أفتح برنامج سبوتيفاي على سبيل المثال كل مرة بشبك فيها سماعات البلوتوث أو بدي أفتح برنامج أو بي إس كل مرة بشبك فيها المايك أو الكاميرا طبعا ممكن أني قوم بمهام أكتر تعقيدا بالاعتماد على طبيعة استخدامي للنظام فبهي الحالة بالبداية رح كون مجهز للسكريبت اللي بدي أستخدمها واختبارها هل رح تشتغل بالشكل المطلوب منها بغض النظر عن ما إذا قمت بشبك جهاز اليو اس بي أو فصله من الكمبيوتر أو لا وإذا كنت بدي أتمت أمر معين فهل هذا الأمر شغال وبعدها رح أكتب قاعدة يو ديف بالاعتماد على ما إذا كنت عمالي أشبك الجهاز أو أفصله فأنا من جديد اشتريت تابلت رسم أو graphical tablet من شركة واكم اللي هو هذا الجهاز خليني نشوف بالكاميرا إذا كان طالع وبالنسبة للناس اللي ما بتعرش شو هي اللوحيات فهي عبارة عن تابلت بيستخدموها الرسامين والفنانين لإنشاء لوحات فنية رقمية ديجيتال أو إنشاء رسومات الأنمي طبعا أنا ما رح أدخل بتفاصيل ليش اشتريتها بس طبعا فيه اللي استخدامات لها بعيدة عن الاستخدامات الفنية لإني أكيد يعني أكتر من موزة ما بعرف أرسم هلا هذا الموديل اللي أنا اشتريته أو لوحيات واكم بشكل عام على ويندوز في إلها تعريفات أو درايفرات مغلقة المصدر وفي إلها برنامج مع واجهة رسومية بيسمح لي بإني غير إعدادات التابلت بحد ذاتها بحيث ممكن إني يعيد برمجة الأزرار اللي موجودة عليها هاي اللي عندي في عليها أربع أزرار خلينا نشوف ما رح يطلعوا بالفوكس بس في عندي أربع أزرار وكمان نفس الشي على الألم اللي بيجي معها الألم في عليه زرين فهدول عن طريق البرنامج اللي بيجي على ويندوز ممكن إني أعمل إعادة برمجة لكل واحد من هاي الأزرار أو إني حدد وقت اللي بحرك الألم أو وقت اللي بدي أرسم إذا كنت نعم مالي استخدم أكتر من شاشة على أي شاشة بدي يكون الألم ظاهر أو المؤشر في حين أنه على لينوكس أنا هذا الأمر ما في عندي واجهة رسومية وإنما بقوم بكل هاي الوصائف عن طريق الترمينال والدرايفرات هي مفتوحة المصدر هي ما بتجي من شركة واكم مباشرة وإنما في عندي واكم لينوكس بروجيكت أنا ما بدي فوت بتفاصيل هذا الموضوع لأنه مو هو هدف الفيديو بس الفكرة أنه وقت اللي بيعمل أو بعيد برمجة الأزرار أو وقت اللي بعيد أنه بقول أنه بدي أها تشتغل على الشاشة الأولى أو الشاشة الثانية هذا الكلام بيستمر لغاية ما أعمل إعادة تشغيل للكميوتر وقت اللي عيد تشغيل الكميوتر لازم أني أرجع وعيد الضبط من أول وجديد بمعنى أنه ما بتنحفظ الكونفيجريشن فهون وقت اللي قلت خلص بدي أستخدم اليو ديف وبدي أستخدم السكريبت وبدي أستخدم السيستم دي لحتى قوم بكل هاي الوصائف بشكل أوتوماتيكي أول شيء السكريبت لحتى ما روح للتيرمينال وأكتب كل واحد من الأوامر على حدة اللي هنين أربع وخمس سطور طبعا أنا ممكن أني أحافظهم بالهيستوري وأرجع بالهيستوري بس عندي هيستوري بعشرات آلاف السطور فالسكريبت ضرورية جداً وبالنسبة لخدمة السيستم دي كمان بدي هاي الخدمة تشتغل اللي رح تقوم باستدعاء السكريبت اللي أنا كتبتها وقت اللي أعمل إعادة تشغيل للكمبيوتر فرح تتعرف على السكريبت وتنفذها مباشرة في حين أنه قاعدة اليودف اللي هي فكرة هاد الفيديو اللي رح تعمله أنه أنا وقت اللي بشبك هاد الجهاز باليو اس بي بالكمبيوتر فالقاعدة رح تقوم بتنفيذ السكريبت بحد ذاتها والسيستم دي يونت إذا ما كانت شغالة فهلا مثل ما أنا شايفين أنه أنا عندي الجهاز ما له موصول هلأ وقت اللي رح ندخل لتفاصيل اليودف رح نشوف شو اللي رح يتغير عندي هلأ طبعا استخدام اليودف هو موضوع كبير ونحن اليوم ما رح نغطي غير استخدام بسيط من الاستخدامات اللي ممكن إنك تعملها معها وأكيد بالدسكريبتشن رح أترك مجموعة من الروابط عن عدد من الأمثلة اللي ممكن حدا من الناس يعني يستلهم منها أو يستفيد منها لاستخداماته الخاصة فهلا مثل ما حكيت أنه أنا عندي التابلت ما لها مشبوكة وخلينا أول شي نشبكها بالكمبيوتر قبل ما أشبكها بالكمبيوتر خلينا نجي للترمينال ونكتب الأمر التالي فالتابلت لستها موجودة بأيدي بدون ما أشبكها هاد هو منفذ اليو اس بي اللي عليها رح أجي للترمينال ورح نقل له udev adm أو اللي هي الادمن وبعدين رح قل له monitor رح قل له environment ورح نقل له dash dash udev فرح نقل له enter هلا شايف أنه ما عطاني أي output بس لسه ما رجع للبرومت هاد معناه أنه الأمر عماله يستنى أنه يصير في عندي event محددة لحتى يعطيني output اللي بديها فرح نجي هلا ونوصل التابلت فهي سلك اليو اس بي ورح أوصلها مثل ما اللي شايف مباشرة أنه طلع في عندي output على الترمينال أو بي الترمينال هلا لو جيت وفصلت التابلت فكمان رح يرجع ويعطيني output جديد خلينا نضغط ctrl c لحتى نوقف عملية monitoring خلينا ننجح لبداية output مثل ما اللي شايف أنه طلع في عندي output كبير جدا فهلا مو كل هاد الoutput أنا بيهمني اللي بيهمني هنن عدد من الأسطر اللي رح حددها بالماوس فمسلا على سبيل المثال هلا بالنسبة ل اليو ديف استطر الأول اللي هو الديفايسز أو اللي هو الباث الكامل للجهاز اللي أنا وصلته هاد باستخدامي أنا اليوم مالي بحاجته ممكن يكون فيه إلو استخدامات تانية ما رح احكي عنها بهذا الفيديو ولكن أنا اللي بيهمني اللي هو السطر اللي فيه الaction مثل ما اللي شايف اللي يساوي add لأنه تعرف أني شبكة الجهاز اللي بيهمني كمان اللي هو السطر السب سيستم وتعرف عليه أنه كجهاز USB هلا بعد ثواني رح نشوف كيف رح يتغير هاد السب سيستم وقت اللي رح اشبك سماعات USB واللي بيهمني كمان السطر اللي فيه إما الـ product هاد السطر ليس بزات الأهمية اللي هي الـ ID vendor ID هاد السطر اللي هو ID vendor ID اللي عندي يساوي 056A هاد الرقم طبعا بيتغير حسب الجهاز اللي انت واصله هادول الأسطر اللي ثلاثة رح نستخدمهن بعد شوي خلينا نشوف وقت اللي رح اشبك سماعات بلوتوث كمان رح يتعرف عليها الـ U div فخلينا نمسح الشاشة هلا رح ايجي لهدول السماعات اللي عندي أول شي لازم أني نفس الأمر طبعا لحتى تعمل عملية المونيترينج هلا رح اوصل السماعات طيب ومتل ما شفنا انه وقت اللي وصلت السماعات كمان عطاني output هلا كمان في عندي قسم الـ action مثل ما حكيت ولكن اللي رح يتغير انه عندي الـ subsystem تغيرت من الـ USB للبلوتوث لنقول على سبيل المثال استخدام ثالث ممكن يكون استخدام غريب بس إذا كان في عندي كرة PCI اللي بينشبك بالـ motherboard مباشرة فكمان رح يطلع عندي الـ subsystem رح يكون PCI هلا أنا للثاني واصل السماعات ولثاني مشغل المونيتر خلينا نستبدل خلينا نطفي السماعات طيب هلا رح شوف انه صار عندي الـ action وين رح تصار عندي الـ action وقت اللي فصلت السماعات تغير من الـ ad للـ remove فالـ udev تعرف ما إذا كنت عمالي إشبك السماعات وما إذا كنت عمالي أبصلها نفس الكلام بينطبع على أجهزة الـ USB أو الـ PCI طيب هلا بعد ما عرفت شو هو نوع المعلومات اللي ممكن أني أحصل عليها من الـ udev صار وقت أني أكتب الـ script أكتب خدمة الـ systemd وبعدين أكتب قاعدة الـ udev بالنسبة للـ script أنا رح استعرضها بس ما رح أشرحها لأنه مثل ما حكيت الهدف مو هو أني أشرح الاستخدام المحدد لي لهي الـ script اللي هو خاص بحالتي أنا بس رح نشوف شو هي الـ script للناس اللي حابة أن تعرفها وطبعا إذا كان في حدا بيستخدم هاد النوع من الأجهزة فـ script رح تكون موجودة على الـ github الخاص فيه هي وهي وخدمة الـ systemd فلو إجينا لا الـ script بحد ذاتها فمتل ما اللي شايف يعني الـ script بكل بساطة أول شي أني عمالي أتعرف على شو هو الجهاز المتصل طبعا كل هاي الأوامر بالنسبة للوب يعني هاد أمر باش عادي حلقة باش عادية بالنسبة للأوامر هاي أوامر عادية وإنما أنا اللي بيهمني من هاي الـ script اللي هي آخر أربع أسطر أو آخر خمس أسطر اللي هي الـ X6 وكم فأنا اللي بدي أنه وقت اللي أشبك هاي التابلت أنه بس تشتغل على واحد من الـ 2 monitors اللي عندي على شاشة واحدة من التنتين وبدي كمان أني أربط أني أعيد برمجة كل واحد من الأزرار ليقوم بوظيفة محددة مثل Ctrl-Z Ctrl-A Delete يعني هاي الأمور اللي أنا بدي أها لإستخدامي الخاص وبالنهاية بس عمالي قال له أنه عطيني ك-notification وقت اللي عمالي أوصل الجهاز هلا منشوف كيف هاي الـ notification عمالها تشتغل هاد بحالة الـ script اللي أنا بدي أستخدمها طيب مثل ما حكيت أنه هاي الـ script بدي تم تنفيذها وقت شغل النظام أو وقت أقلع النظام فله هاد السبب رح أكتب خدمة الـ system دي رح أكتبها أنه تكون ك-user service وليس ك-system service ليش أنا بدي إياها تكون كخدمة خاصة بالمستخدم وليس على مستوى النظام لأنه لنقول أنه على هاد الجهاز في أكتر من شخص عمالهم يستخدموا هالتابلت اللي عندي أنا مثل ما حكيت هاد استخدامي أنا لخدمة اللي عمالي اكتبها فلو كنت عامل هاي الخدمة على مستوى النظام فكل المستخدمين رح تتم التغييرات الهن بالكامل لنقول أنه أنا في عندي استخدام مختلف عن المستخدم التاني على الجهاز فالمستخدم التاني لازم أنه يكون في عنده خدمة تانية في لها برمجة أزرار مختلفة عن النمط اللي عندي فباعتبار أنه رح أكتبها على مستوى المستخدم فرح تكون بالمسار التالي اللي هي كمان رح تكون بال.config بالسيستم دي يوزر وأنا مسميها واكم دوت سيرفيس فمثل ما اللي شايف أنه هاي الخدمة اللي عمالتها اللي بدي استدعيها بعد ما أوصل للواجهة الرسومية فمنشان هاد الشي بقسم اليونت أنا قايله كمان هاد الفيديو ما هو الشرح عن السيستم دي فأنا قايله أنه هاي الخدمة فعليها بعد ما أوصل للواجهة الرسومية سواء كان ويندو مانجر أو ديسكتوب انفيرومنت فقايله أنه بدي إياها بعد ما أوصل للواجهة الرسومية وبعدين قايله أنه بقسم السيرفيس بحد ذاته أنه الأمر اللي بده ينفسه اللي هو الـ اللي هي السكريبت اللي أنا كنت حافظها بهذا المسار طبعا بحالة خدمات السيستم دي فالمسار لازم يكون المسار الكامل الأبسولوت باث ما فيني حط الدولار ساين هوم أو التيل دي ساين لازم أني حط الـ سلاش هوم سلاش يوزر وكامل المسار فهي هي السيستم دي أو السيرفيس اللي أنا بدي استخدمها طيب بعد ما كتبت السيستم بعد ما كتبت الخدمة لازم أني فعلها فرح نقل له system ctl dash dash user ورح نقل له enable كمان رح نقل له welcome dot service وكمان لحتى شغل هاي الـ enable لحتى تشتغل كل ما أعمل إعادة تشغيل للكميوتر أو أقلع الكميوتر إذا كنت بدي فعلها مباشرة فرح نقل له بدال الـ enable رح نقل له start هلا متل ما لشيش يمكن تشوفوها أنه طلع في عندي notification اللي هي الاشعار اللي موجود تحت اللي قال لي أنه عندي جهاز متصل هلا إذا ما كنت بدي أكتب enable و start مع بعض كل واحدة بسطر ممكن أني أكتب enable dash dash now لحتى يعمل enable و start مباشرة طيب خلصنا من خلصنا من الـ script و خلصنا من systemd service هلا اللي ضل عندي أني أكتب خدمة الـ udef لحتى أكتب هاي الخدمات لازم أني أدخل كroot user السودو ما رح يشتغل معي بهاي الحالة فرح نقل له sudo su هلا أنا صرت كroot مع عدة المستخدم هشام هلا القاعدة رح تكون موجودة بمسار رح نكتب env رح تكون بمسار etc u div و رح تكون ب rules dot d هلا رح أعطيها الاسم اللي بديها أنا رح سميها 99 dash waqom المهم أنه extension تكون dot rules ف بهذا الملف اللي فتحته أنا في عندي بس يعني مجموعة من الأمور اللي أنا حاططها لاستخدامي هات ممكن يكون في عندك أمور أكتر تعقيدا بكتير أو options أكتر تعقيدا ومتل ما منتذكر من شوي وقت اللي شفنا UDF ADM monitor عطاني سطر كان في عندي الaction وعطاني سطر كان في عندي subsystem فهلأ هاي القاعدة عمالي يقول له أنه بحالة ضفط الجهاز بحالة الجهاز كان USB ومتل ما منتذكر كمان أنه كان في عندي سطر اللي هو ID vendor ID اللي بعدها كان في عندي رقم اللي هي عبارة عن ID الجهاز اللي أنا بديها فهذا قلت له ATTRS اللي هي attributes فأنا حطيت له ID الجهاز أو vendor طبعا بصراحة أكتر ما يكون الجهاز بحد ذاته فبهي الحالة هو تعرف هاي القاعدة كل هدول options اللي ثلاثة معناها أنه وقت اللي اشبك هذا الجهاز بالتحديد شو بدي اعمل فهون باعتبار أنه أنا بدي نفذ خدمة systemd فقلت له tag plus لو كنت بدي نفذ script لحالها بدون تكون مرتبطة بخدمة systemd فبدل tag رح يكون في عندي run مثل ما حكيت الموضوع كبير جدا بس هاد استخدامي أنا انت إذا في عندك استخدام تاني ممكن انك ترجع ل documentation طيب باعتبار أنه قلت له systemd وباعتبار أنه مثل ما حكيت بدي إياها تكون أنا عملتها أنها تكون خدمة للمستخدم وليس على مستوى النظام فقلت له env أنه بدي إياها user wants لأنه على مستوى المستخدم وباعتين شو اللي بدي أعمله بدي نفذ service اللي أنا كتبتها هاد هو الأبسط شكل ممكن أنك تكتب في قاعدة you dev فهلأ هاي القاعدة موجودة عندي الخدمة شغالة والسكريبت شغالة هلأ رح إيشي للتابلت مثل ما لي شايف أو شي خلينا نفصلها هلأ وقت اللي رح أوصلها رح نشوف أنه على الشاشة رح تطلع عندي الـ notification اللي أنا حطيتها بالسكريبت اللي عندي هلأ رح أوصلها وهاي الـ notification طلعت عندي على الشاشة اللي حابب يتعرف أكتر عن الـ او في عندك استخدام لـ فممكن أني أترك الروابط بصندوق الوصف مثل ما حكيت عن الأمثلة اللي حكيتها وبأمان الله